اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بما يسمى بالحركة الإنسانية ما المقصود بالحركة الإنسانية؟ المقصود بها أنها مضادة للحركة الدينية المسيحية يعني أخذ أو استعادة التراث الإغريقي والروماني رغم أن الإغريق ليسوا مسيحيين والرومانيين جزء منهم ليسوا مسيحيين ومع ذلك تم تبني تراثهم الثقافي والعلمي لغير ذلك لأنه تراث إنساني ولأنه تراث أسست عليه المدرسة الأوروبية أو المدرسة الغربية بدايتها الجديدة التي انطلقت بها منذ القرن الخامس عشر إذن بدأت أوروبا في هذا القرن الخامس عشر بتركيز الأهداف التربوية حول تربية الإنسان من أجل المواطنة وخدمة الدولة وهي بداية فكرة علمانية التربية علمانية التربية إيش يعني علمانية التربية؟ يعني فصلها عن المسيحية لم تعد موضوعها موضوع ديني بالأساس تخليص البشر من الكفر وإلى غير ذلك والإيمان بالله ثم اهتمت التربية في القرن الخامس عشر بالمضامين التربوية كنا قبل قليل أنها كانت تهتم في العصول الوسطى بالشكليات وبالجدل وبالشقشقات اللغوية أكثر من اهتماما بالمضمون لا في القرن الخامس عشر بدأت تهتم بالمضمونة أكثر من اهتمامها بالعلفاظ والكلمات كما أنها تميزت بتطور وبدأت تنبذ فكرة العقاب المدرسي خاصة الضرب الجسمي وخاصة بدأ المربون الإنسانيون في تلك المرحلة باقتراح وسائل جديدة ثم بعد ذلك جاء القرن السادس عشر في القرن السادس عشر ظهرت حركة في أوروبا مهمة جدا أثرت في التربية في أوروبا هي حركة الحركة اللوثرية أو حركة الإصلاح الديني وهي حركة كيف يمكن أن نصفها يعني حركة أوقفت الحروب الدينية التي كانت متطحنة في أوروبا والتي أدت إلى تقاتل رهيب جدا وإلى جرائم بشعة أو إلى غير ذلك فتم الاتفاق وكأنه بشكل ما بأن الدين لله هو الوطن للجميع يعني حريط الضمير وحريط العقيدة لابد أن تكون مسألة شخصية من هنا جاءت حركة الإصلاح الديني وأخرجت فكرة أن من يختلف معي في العقيدة سواء كان أرتودوكسي أو كاتوليكي أو بروتستانتي وهي المذهب الأساسية للمسيحية هو بالضرورة ينبغي قتاله لأنه يعني مرتد أو لأنه مشرك أو لأنه في المسيحية فسوت هذه القضية وحسمت هذه القضية ودفعت الناس إلى حرية الاعتقاد بهذه المذهب وبالتالي سمحت بدرجة كبيرة من الحرية فانعكس ذلك على التفكير وانعكس ذلك على التربية وصار هناك مساحة كبيرة من الحرية في التربية كذلك في هذا العصر ظهور الطابعة تم اختراع الطابعة وكان ذلك في ألمانيا وتأثرت التربية بشكل كبير جدا بهذا الاختراع العظيم وهو الطابعة ثم كذلك في هذا القرن ظهرت فكرة التعليم الشامل والإلزامي لأبناء المجتمع وكانت ألمانيا أسبق من غيرها في جعل التعليم الأول عاما وإلزاميا للجنسين منذ 1565 ميلادي في القرن السابع عشر الميلادي استمرت هذه الحركة من الإصلاحات التربوية وتطوير المدارس وبناء المدارس الحديثة وتكوين المعلمين المختصين وتأثر التربية بالنهضة العلمية لأن أوروبا دخلت في ما يسمى بالثورة العلمية الحديثة الثورة العلمية الحديثة وهي أيضا تسمى بالثورة الكوبرنيكية نسبة إلى غاليلي عالم الفيزياء الإيطالي ونسبة إلى نيكولاس كوبرنيك العالم البولوني الشهير ثورة علمية في القرن السابع عشر وسبع عشر عظيمة جدا وقلبت تصورنا لهذا العالم وأدت إلى ولادة علم الفيزياء الحديث وعلم الفلك الحديث والعلوم الحديثة بصورة عامة فأثرت على المدارس وعلى التفكير وعلى المربين وعلى تأثورهم بالعلوم الحديثة تم اعتماد الطريقة العلمية التجريبية كأسلوب في البحث والتفكير ثم اتجهت التربية في هذا العصر السابع عشر نحو الواقعية أكثر وتجنبت الجانب النظري ولم تتوقف فقط عن الأداب والعلوم التقليدية ثم اتجه أنظار المفكرين والباحثين في القرن السابع عشر نحو البحث عن الحقيقة العلمية أكثر من البحث عن الحقيقة الأخرى والحقيقة المسيحية وغير ذلك وصارت الطبيعة كتاب مفتوح كما يقول غاليلي حروفه رياضية إذن لكي نفهم العالم دعنا نترك العقيدة المسيحية ونعتمد المنهج التجريبي المنهج الجديد المنهج العلمي الجديد الذي بيّن قوته وقدرته على دراسة وتقديم الحقيقة العلمية فكان كل ذلك مؤثرا في المدرسة وفي اتجاهاتها وفي مضامين التربية وفي موضوعات التربية ترجمة نانسي قنقر